شهد حزب الليكود انتخابات تمهيدية هي الأولى منذ ثلاثة أعوام وبعد جلوس الحزب عاما كاملا على مقاعد المعارضة تنفس في هذه الانتخابات مئة مرشح على خمسة وثلاثين مقعدا وفتحت صنادق الاقتراع بخمس وثلاثين محططا مختلفة بدأ من نتائج الانتخابات أن المتملقي بين يمين نتنياهو في الحزب احتلوا لعشرية الأولى وبستطيع أنه ممكن يحرز أصوات عالية وفي قضية مهمة جدا في الليكود حتى الآن لا توجد شخصية تضاهي نتنياهو أو تنفسه بشكل شخصي إذن إذا أسمع زعيم الحزب فهو حتما سيكون مرشح الحزب للانتخابات كما صدق منتسبو الحزب على طلب بين يمين نتنياهو بمنحه حق تعيين خمسة أعضاء بعد أن كان وفق قانون الحزب لحق له تعيين ثلاثة فقط وفي هذه الخطوة يؤكد منتسبو الحزب أن ما يغلب في روح هذا الحزب ليست الروح الديمقراطية بقدر ما هي الاندفاع نحو الشخصي نتنياهو يحاول بكل جهود العودة إلى منصب رئاسة الوزراء وقد استطاع بالأمس من التخلص من جميع منافسيه واستخدم سياسة العصى والجزر بسياسة إغراء الموالين له ووضعهم في مناصب متقدمة في الحزب من أجل إغراءهم وعطاهم مناصب حساسة في حكومة المستقبلية معركة انتخابية أخرى يفوز فيها نتنياهو هذا هو الانتصار المؤقت على التمرد المهدد في الليكود خصوصا في دفع أصوات عقلانية إلى مقاعد ضمن العشرية الثانية والثالثة ولكن نتنياهو يقف أمام انتخابات انتصاره فيها يتمثل فقط بتجنيد أكثر من واحد وستين عضوا وإلا ستصبح الانتخابات السادسة في أقل من أربعة أعوام إمكانية غير مستبعدة